اشتركوا في القناة اشرح لكم اول شي تحديات الدرجة الاولى وحنزلها في القناة بعد كده هشرح لكم تحديات الدرجة المميزة عشان المقطع ما يصير طويل هشرح كل واحدة في مقطع لوحده فهمتوا كيف؟ طيب خلينا نبدأ في التحديات في التحدي الاول يقول لك اجمع دماء القطة الشقي الملعونة عدد ثلاثة اول ما تحط على التحدي يبقين لك خمس مواقع هم طالبين ثلاثة طيب اول موقع هنا ركزوا في الموقع عشان تعرفوه في هذا المكان تيجي في هذا المكان وتدخل الكهف هذا هذه هذه واحدة احنا بيين لكم ثلاثة تمام طيب الموقع الثاني حيكون هنا هيركزوا فين تمام عشان تعرفوه هنا تنزل هنا في هذا المكان شايفين شوف بوابة المعبد هنا في الدرجة الثانية هنا تطلع هو هنا طيب الموقع الأخير حتحصله هنا شوف عشان تعرفوا مكانها تمام لاحظوا معايا حتلاقوا علامة بيضة هذه العلامة البيضة المتلتة شايفينها شوف زي كده أما تقرب عندنا المكان حتحصل العلامة البيضة هذه هم محددين خمسة انت اختاروا منها ثلاثة كده خلصنا التحدي الأول طيب في التحدي التاني يقولك ألحك الضرر بالخصوم خلال الخمسة عشر التانية من استخدام أسلوب الرجوان الساحك أو أسلوب دم القش عدد ألف دمج الرجوان الساحك اللي هو هذا دم القش اللي هي القوة الثانية يعني واحدة منها أو الاثنين براحتك كيف تسوي التحدي هذا لاحظوا معايا تستخدمها بعدين عندك خمسة عشر تاني انك انت تدمج الأعداء شوف كيف نحسب شوف تقدر تسوي على البطات شايفين أنا بسوي على البطات تمام طيب بعد كده يعني انت بتدمج شوفت انه الوقت راح عليك مو مشكلة استخدمها ثاني مرة بعدين عندك خمسة عشر ثانية ثانية عشان تدمج فهمتو كيف تقدر تسوي التحدي هذا هذا جيم مو ضروري في جيم واحد تقدر تسوي على داء وتقدر تسوي على البطات براحتك اللي يعجبكم شوف زي كده معايا حسب فتقوم تجربك كمان مرة تستخدمها وعندك خمسة عشر ثانية عشان تسوي التحدي فهمتو كيف طيب في التحدي التالي تقول لك اشتري الأسلحة او قم بتركيتها في مواجهات مختلفة عدد خمسة تشتري الأسلحة تقدر تشتري عن طريق مكينات البيع الآلي هذه أول طريقة كيف تعرف أماكنها نفس النظام هذا تدخل أي منطقة حتلاقي المربع هذا قدامك المربع على بيض تمام عندك الطريقة الثانية عن طريقة الشخصيات إنك تشتري أسلحة تنزل أي شخصية وتشتري سلاح تمام طيب هم مخيرينك يا إنك تشتري أسلحة يا إنك ترقيها يعني تطور الأسلحة فهمتو كيف خلينا أوريكم تطوير الأسلحة في هذه المكاين تمام أي منطقة تدخلها لاحظوا معي عشان تعرفوا فين مكانها تمام تلاقوا نفس السهم هذا الأبيض شوفتوا السهم الأبيض أي منطقة فيها السهم الأبيض هذا الصغير هذه حق الترقيات الأسلحة كل جيم تسوي مرة وحدة لأنه يقول لك في مواجهات مختلفة يعني مثلا نزلت اشتريت من شخصية خلاص أطلع من الجيم وارجع تبتطور سلاح طورته أخرج من الجيم وارجع كل وحدة مرة وحدة خمس مرات إن حسب معاك التحدي طيب في التحدي الرابع يقول لك ألحك الضرر بالخصوم خلال ثلاثين ثانية من الهبوط من حافلة المعركة يعني أول ما تنزل عندك ثلاثين ثانية فقط إنك أنت تدمج الأعداء ميتين وخمسين دمج هذا التحدي عشان تسووه حاولوا إنكم تسووه على الشخصيات اللي هنا الشخصيات اللي هنا تأخذوا عليها مبارزة بعد كده دمجوا خلنا أوريكم الشخصيات عشان تعرفوها عندكم هذه الشخصيتين في هذه الأماكن تمام؟ أول ما تنزل خد عليه مبارزة ودمجوا عندك ثلاثين ثانية فقط إنك تدمج ميتين وخمسين دمج تقدر تسويه كذا جيم يعني مثلا نزلت دمجت خمسين ومت أنزل للجيم الثاني وكمل يتكمل معاك إذا أنت ما تبس سوي على الشخصيات تقدر تسويه على الأعداء براحتك إيه اللي يعجبك؟ فهمتك كيف؟ طيب في التحدي الخامس يقولك اقطع مسافة في الجو بعد الهبوط مسافة ألفين متر كيف تسوي التحدي هذا؟ التحدي هذا عبارة ما تجري كذا وتنط يحسب لك وقت الهبوط بس يعني ما تنط في أي شيء وقت الهبوط يحسب لك إياه تمام؟ عشان تسوي التحدي هذا الطريقة سريعة في عندنا طريقتين الطريقة الأولى عن طريقة الحبال هذه لاحظوا أنا كم؟ ميتين وثمانية وعشرين أطلع وانزل شوف كم؟ ميتين واربع وعين ظلك طالع نازل طالع نازل لما ينحسب التحدي الطريقة الثانية عن طريقة الحبال هذه بس الحبال هذه شوف لك مكان من فوق لتحت عشان نحسب معاك لاحظوا معايا كيف؟ ميتين وثنين وخمسين أنا لاحظوا الآن كم ينحسب؟ شوف شوفوا الآن ميتين وسبعين فظلك رايح جاي واطلع وانزل بالحبال لما يسوي معاك التحدي تقدر تسويه في كده جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي السادس يقولك احمل أربع أسلحة داتة ندرة أسطورية أو أفضل في آن واحد يعني مطلوب منك أنك تشيل أربعة أسلحة يا أسطورية أو أفضل إيش الأسطوري اللي هو الدهبي إيش أفضل من الدهبي اللي هو المثك الخرافي فمطلوب منك أنك تشيل أربعة في لحظة واحدة حينحسب معاك التحدي مكتوب واحد إذا شلت الأربعة ينحسب التحدي طيب في كده طريقة أنك أنت تسوي التحدي هذا أول شي عندنا القوات هذه القوات هذه مثك إذا أنت شلت منها هذه وفي عندك الأرجواني هذه نوعين تمام؟ الطريقة الثانية عن طريق مكينات البيع الآلي في مكينات بيع عالي فيها أسلحة ذهبية تمام؟ الطريقة الثالثة اللي هي عن طريقة الخزنات هذه الخزنات هذه فيها داخلها إنكم ثلاثة أسلحة وأربعة أسلحة ذهبي وماتيك فالمطلوب منك أنك تشيل أربعة أسلحة ماتيك في آن واحد يا ذهبي يا خرافي أو الاثنين مع بعض يعني مثلا اثنين خرافي واثنين ذهبي مو مشكلة هو يقول لك سطوري أو أفضل تمام؟ في طريقة كمان ممكن تسويها إنك أنت تروح مكينة بيع عالي وتطور سلاح يعني مثلا طورت سلاح ذهبي طور السلاح الثاني والثالث والرابع وشيلها مع بعض كمان نحسب معاك التحدي عندك أربعة طرق شوف اللي يعجبك إن تسويه هي التحدي شوية صعب لكن إذا أنت سويته على تطوير الأسلحة سهل خذ لك أربعة أسلحة يعني ممكن تأخذ لك سلاحين ذهبية أو ماتيك القوتين وشوف لك سلاحين تانية طورها وإن حسب معاك التحدي طيب في التحدي الأخير يقول لك ساعد في إلحاق الضرر بالخصوم الذين يبعدون مسافة تتجاوز ثلاثين مترا ألفين دمج تمام ساعد إيش يعني تساعد يعني إنت ما تدخل مثلا دخل طور الدمدمة إذا دخلت طور الدمدمة حاول أنك تسوي تعبية لأن أصحابك اللي معاك إذا سووا التحدي إن حسب لك إنت كمان وإنت ما تسوي إن حسب لهم يقول لك ثلاثين مترا ثلاثين متر نص النظام هذا شايفين أنا مؤشر هذه ثلاثين متر شايفين العلامة فحاولوا تسوي عن طريق بنادق الهجومية أو السنايبر يتسوي معاكم ألفين دمج حيتسوي معاكم التحدي بطريقة سريعة تمام فسووا في طور الدمدمة أفضل شي أو إنكم تسوي على البتات حق الخزنات كمان بتات الخزنات إن حسب معاهم التحدي أو إن الشخصيات اللي هنا بس الشخصيات ما تنفعل لأنك أنت هتاخد عليها مبارزة وحتبعد عنها لا تعال على البتات أفضل شي البتات كويس ليه لأنك تبعد عنها وتطلق براحتك فهمتوا كيف تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي الأخير نفس نظام كل مرة اللي هو اكتشف المهام كل اللي عليك يقولك ادخل اربح نقاط خبرة في الجزر التي بتكرها المبدعون عندنا خمسة مراحل أنا مو ظهر معايا الخمسة مراحل لأني ما خلصت الدرجة الثانية اللي خلصت الدرجة الثانية حيفك معاه الدرجة الأولى ويدوله خمسة مراحل نفس نظام كل مرة المرحلة الأولى خمسة وستين ألف بعد كده ازداد العدد اللي ما تكمل الخمس مراحل إيش هي نقاط الخبرة الـ XB مطلوب منك تدخل أطوار إبداعية تجيب XB أنا أحط لكم رابط أصفل فيديو في مقطع سابق ليا اللي هو كيف تلفل في السيزين 3 في هذا المقطع أنا ذكرت أهم الأطوار الإبداعية بأرقامها اللي تعطيكم XB مرة عالي كل اللي عليك إنك أدخل المقطع وشوف الأطوار الإبداعية وحاول تجيب XB عالي عشان تسوي الخمس مراحل تمام؟ طيب بعد كده في عندنا هنزل لكم تحديات الدرجة المميزة وحشرح لكم التحديات بالكامل كده وصلنا النهاية المقطع نتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الـ Item Shop X2 X2 وهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر وفأمان الله اشترك في قناة جانب ترجمة نانسي قنقر